اشتركوا في القناة عن الطفولة والحديث عن الطفولة هو حديث عن كل الفضائل الاخلاقية وعن مساوئها وحديث عن المستقبل حينما نريد ان نقيم مجتمعا من المجتمعات او امة من الامم فلابد ان نذهب الى وضع الاطفال في ذلك المجتمع هل الاطفال سعداء هل ان التربية بالنسبة اليهم كاملة هل ان حقوقهم تعطى لهم بدون نقص ذلك ان المستقبل كما قلت يتوقف على وضع الطفولة الطفولة هي المستقبل الرجال هم الماضي او الحاضر لكن الطفولة مستقبل ومن هنا فان الحديث عن عبد الله الرضيع سلام الله عليه هو حديث عن الشهامة عن الكرامة عن الخير عن الصلاح عن الايمان عن التقوى وان كان الطفل رضيعا وصغيرا ذلك انه في علم الله الزمان لا يحكم ربنا يعطي النبوة لطفل يقول واتيناه الحكم صبية ويقول عن عيسى من مريم هذا النبي الذي بدون الايمان به لا يعتبر الايمان كاملا يقول قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال اني عبد الله عبد الله الرضيع مثال الشهامة لثورة كربلاء لنهضة الامام الحسين عبد الله الرضيع هو عبارة عن الطفولة بشكل عام وعن الطفولة المعذبة بشكل خاص وعن الطفولة التي استشهدت في سبيل الايمان في سبيل الحق في سبيل العدل في سبيل الخير ليس حديثا عن طفل رضيع فقط وإن كان هذا الطفل الرضيع هو مثاله مثال التوقيع على الوثيقة لو لا دمه وهو دم قليل لما كان التاريخ يتغير ويتبدل لما كانت ثورة الامام الحسين كاملة كما أن التوقيع عبارة عن شيئا صغيرا على الوثيقة كذلك دم الرضيع كان قليلا لكنه كان وثيقة ثورة الامام الحسين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر